لغاية لما نروح التمرين ونتطمن خلينا نروح للمنتخب الأولمبي مش عايش منتخب الأولمبي بتاعنا واخد عيد يعني طبعا حالة من حالات التخبط الإداري ما عنديش مسمى لها للأسف غير كده كنا اتكلمنا مع حضراتكم انه مفترض انبارح كان هيكون فيه تمرينة وصفر لفرنسا على متن طائرة خاصة عشان تقل لبعثة المنتخب عشان يبدأ معسكره التحديد لأولمبياد باريس وبداية مشواره اللي هيبدأ رسميا يوم 24 كنا طبعا واضح ومن المتعقع انه ممكن جدا جدا أجندة التحضير للأولمبياد اللي احنا عارفينها طبعا من سنين فاتت يعني على أقل تقدير من ساعة لما خلصت بطولة أمم أفريقيا وعرفنا انها مش بس خلصت من ساعة ما تأهدنا للمباراة النهائية في أمم أفريقيا اللي تلعبت في المغرب وإحنا عارفين ان احنا خلاص بصرف النظر على نتيجة المطشو مع المغرب ان احنا هنعب في أولمبياد فإحنا عارفين ده منذ أمد بعيد يعني كل التحضيرات والترتيبات مفترض انها كانت تتم في معادها وتم بالفعل حجز طائرة خاصة تم دفع كل تكلفتها عشان تقل بيعثة المنتخب الأولمبي لفرنسا ولكن اطلقبة الجدول هل ده يأثر على معسكر الأولمبي في فرنسا تحضيرات روجيرو ميكالي كان على أساس انه هيلعب 14 مع أوكرانيا 17 مع العراء التأشيرات مجاتش على أي أساس تم تحديد معادة السفر معرفش على أي أساس تم حجز الطائرة الخاصة اللي هتقل البعثة برضو معرفش امتى هنسافر أنا ما عنديش معلوم برضو معرفش هل هيتأثر برنامج أو معسكر الإعداد بتاع منتخبنا الأولمبي ويتم الاتفاع على تغيير مواعيد المتشاط بتاعة أوكرانيا والعراء برضو معرفش ومحدش قال يعني ومحدش قال امتى هتيجي تأشيرات كلام ده في علم الغيب وممازلنا فيه الانتظار زي ما حضرتكم شايفين كده احنا مفترض ان احنا كنا نسافر النهاردة لكن لغاية اللحظة اللي بكلم حضرتكم فيها ما فيش معاد مؤكد أو واضح لمغادرة بعثة منتخبنا الأولمبي لفرنسا على كل الأحوال خلينا يا رؤوا وبالمناسبة يعني على همش ذكر المنتخب الأولمبي وانتو عارفين انه كان فيه كلام داير كتير جدا طول الاسبوع اللي فات عن لعبة المنتخب الأولمبي اللي بيلعبه في الاهلي او اللي بيلعبه في بيرامدس الاهلي طبعا ما كانش فيه اي مشكلة والاهلي وافق طبعا على انضمام لعبته اللي تحت السن لمعسكر المنتخب الأولمبي في المعاد كان داير وانتمنى هنا يكون فيه تنصيق يعني احنا لما بنتكلم مع اتحاد الكرة بصرف النظر عن المسمى او الشخص اللي بيتحدث باسم الاتحاد لازم حاجة من الاتنين ده اللي احنا نفهمه يبقى فيه تنصيق بين المسؤولين عن اتحاد الكرة المصري بينهم وبين بعض يتم الاتفاق على ايه الرسالة اللي هتطلع لرأي العام ايه الرسالة او ايه مضمون الكلام اللي هيتقل لرأي العام او يبقى فيه زي كل حتى في الدنيا حاجة اسمها المتحدث الرسمي ويغيب بقى كل المسؤولين ايا ان كانت درجات او موقع مسؤوليتهم عن التحدث باسم الاتحاد لانه مفيش تنصيق يعني بنسمع كلام من مسؤول كبير في الاتحاد يقول انه كان فيه اتفاق بين الاتحاد الكرة وبين روجيرو ميكالي وبين بيرامدز بموافقة الاهلي على خروج ابراهيم عادل للمشاركة في مباراة بيرامدز اللي هتطلع بيوم الجمعة بعد كي بيطلع مسؤول تاني يقول انه مفيش اي اتفاق حصل بين اتحاد الكرة وبين نادي بيرامدز على خروج ابراهيم عادل والاهلي لم يكن طرفا في المعادلة طب احنا هنصدق مين يعني انتو الاتنين بتتكلموا باسم اتحاد الكرة المصري او باسم الاتحاد المسؤول في الفترة الحالية عن رحلة ومشوار المنتخب الاليمبي مناسبة ابراهيم عادل متصاب ومش هيخرج من المعسخر ومش هيلعب في حدود معلومات نعني مش هيشارك في مباراة عنده اصابة في العضلة الضمة واعتقد يحتاج 3 او 4 ايام عشان يرجع للتدريب مرة تانية فبالتالي هو مش هيخرج من المعسكر ولا هيلعب مباراة الاهلي يوم الجمعة